هو ده اللي أنا بتكلمه مع حضراتكم أنا دائماً العلاقات الأهلوية الرجاوية هي علاقات جيدة جداً وستظل زي ما قلت لحضراتكم الكابت الخطيب أو خلوني أبدأ مع حضراتكم بالكلام الكابت الخطيب بيهدي درع وعلم النادي الرئيس الرجاء ويشكر الأشقاء المغربة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي ترقص بعثة فريق الكرة في المغرب قام بإهداء درع وعلم النادي إلى السيد أنيس محفوظ رئيس النادي الرجاء تيشيرت النادي الأهلي مدوناً عليه اسمه في رسالة شكر وتقدير لنادي الرجاء وجماهيره المحبة لكرة القدم ورداً على ملاقاه فريق الأهلي باستقبال طيب وكرم ضيافة وتعاون واضح يعكس العلاقات الوطيضة التي تربط بما بين الناديين الكبيرين النادي الأهلي وشقيقه نادي الرجاء وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه لرئيس الرجاء وزملائه بمجلس الإدارة على ترحبهم وحرصهم على علاقة الأخوة التي يراها رئيس الأهلي أهم من نتيجة أي مباراة وقال أن النادي الأهلي يعتز بعلاقاته بكل أشقاءه من الأندية العربية لكن تبقى علاقته بالرجاء المغربي ذات طبيعة خاصة لا سيما أن هناك تألفاً ومحبة كبيرة بين جماهير الناديين الكبيرين حاجة محترمة جداً 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 زي ما قلت لحضراتكم من بارح المباراة مرت على أكمل وجه أكمل وجه مش فارق خالص إيه اللي حصل في المباراة ولكن تظل دائماً العلاقات الأهلوية الرجوية بهذا الشكل الرائع المحترم